يا رب تكونوا بخير أنا محمد عيسى من Team Pentagram النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض موضوع الأنجاين أول قبل ما نبدأ بس محتاجين نتكلم في الحقيقة بسيطة يعني إيه اسكميك هارد ديزيز أو إيه الأصل اللي ممكن يعمل المشكلة في القلب أو يخلي القلب مش قدر يستحمل أو يعمل الأنجاين اللي هي الزعبها الصدرية هو ببساطة جدا إنه هو بيحصل إيم بلانس ما بين الأكسجون سبلاي اللي بيوصل للقلب وأكسجين ديمان بمعنى إن القلب بيقى مثلاً هو في العادي مفروض القلب محتاج بعشرة باور مثلاً فبيجيله عشرة باور تمام؟ ولو عمل مجهود أو كده وزاد شوية مفروض يجيله سبلاي يكفي المجهود ده اللي بقى يعمل المشكلة أو الإسكميك هارد ديزيز إنه هي يحصل إيم بلانس في الحوار ده إنه يبقى السبلاي أقل من المطلوب أو إنه هيبقى مطلوب أكتر من السبلاي الطبيعي اللي بيوصل تمام؟ طبعاً كروني بلوت فلو بيتامل على حالة البلوت فيزيز كويسة أو لا وضغط الدم ودياستوريك بريود كيفية انها تتمري او لا هنفهم ده ونحن ماشيين دلوقتي هنبدأ بالأنجينا في كام نوع الأنجينا فيه ثلاثة أنواع عليها نبدأ بالصورة دي ممكن تباين لنا شوية بعد كما نرجع نقرهم مع بعض أول حاجة النورمل اللي هو عادي بلوت فيزل تمام ما فيهاش أي مشكلة فالبلوت فلو كويس وكل حاجة تمام طب أول نوع اللي هو اسمه الأسيروسكلورياتيك أنجينا او الانجينا اوف ايفورت او كلاسيكال انجينا او الستابول انجينا او التابيكال انجينا الخمس أسامي دول لنفس النوع هي عبارة عن زي ما انتوا شايفين في الصورة كده بيبقى بليك موجودة غالبا بتبقى طبقة من الكوليستيرول ترصبت في البلوت فيزل بتسده بارشيالي يعني بيبقى عادي بلوت فلو شغيل عادي وتمام بس في حتة منه مزدودة شوية بسبب الطبقة اللي تكون دي وده ممكن يسد شوريان واحد او اكثر من شوريان تمام النوع الثاني زي ما انتوا شايفين اللي هو الانستابول انجينا ده بيحصل بسبب ان هي بيبقى فيه اصلا مسلا بليك الموجودة زي ما قلنا فوق بس بقى مع التكرار التاكس اللي ممكن تحصل او اي مشاكل فيها ممكن تحصل فيبقى فيه بلوت كلوت تتكون او يبدأ فيه حاجات زي ما انتوا شايفين انت بدا تتكون عليها فبتسد الطريق اكتر وطبعا دي لو استمرت وسدت البلوت فيزيل على الاخر ممكن تتقدين موالي كارديا الانفاركشن فيه نوعه ثالث بقى اللي هي باريانت انجينا او الفاسرسباستيك انجينا اللي هو بيحصل سبازم فجأة من غير سبب في الكورونري ارتري السبازم ده طبعا بيقلل بلوت فلو بيعمل الوجهة دي الصور بتاعتهم وده نابزة سريعة تعالوني اقرباء كل واحد مكتوب عليها ايه سريعة من كده مع بعض اول حقيقة الاسيروسكلوريسك انجينا او الانجينا او الانجينا او كلاسيك انجينا او التيبيكال او الستيبل انجينا كل ده احنا بتكلم على اول نوع الاسمي بتاعتهم تمام ايه انه هو اسيشيتد بال الاسيروماتيس بلك وده بيبارشلي اكلود وان او مور كراني ارتريس تمام وده بيحصل في تسعين فيماية من الحالات يعني اكتر نوع ممكن يحصل اللي هو مين كلاسيك انجينا النوع اللي بعده Unstable Angina Crescendo Angina Crescendo Angina أو Acute Coronary Syndrome وده الاسم الأشهر Acute Coronary ده بيحصل Increased Frequency اللي بتحصل بيبقى بقى بلايك على بلايك اللي كانت فكت وكده من مكانها مع Phosphorus Basics يعني ميكس حاجات مع بعض وطبعا دي Unstable Angina قلنا ان هي مين ممكن تقدي السبب انها يدخل على طول في My Cardinal Infection علشان طبعا لو تصدع الاخر فكده مش هيبقى فيه بلاد فلو اصلا فهي اعمل Infection مش هيوصل بلاد اصلا التالت نوع اللي هو Phosphorus Basics Angina ده بيبقى بيحصل في أل من 10-500 من الحالات ده بيحصل ان هنا بيقى فيه Reversible Spasm غالبا بيقى في نفس المكان اللي هو بيطلع فيه بلايك في العديد الفكرة بقى ان الخطورة هنا ان السبازم اللي بيحصل ممكن يحصل في اي وقت حتى لو هو نايم وكان حد هو نايم فجأة يقوم الوجع اللي بيحصله وممكن الفاستيك انجينا تقلب وتتحول الى انستابل انجينا طبعا ده لو في حالة ان هو كان فيه بلايك او اي حاجة فممكن تتحول الى انستابل انجينا تمام؟ طب ايه اللي بيحدد فيه عوامل تبع السيستول وعوامل تبع دياستول السيستول اللي هو Blood Pressure اللي بيتزقق في الاورطة للجسم كله فالعوامل اللي ممكن تعيقوا الدم اللي هو يروح في الاورطة ويتوزع في الجسم كله لو فيه Prefer Resistance انه هو فيه اي مشكلة في اي ارثري ان الهارد ريت سريع شوية فمش لاحق يضخ يامد هارد فورس قوي ولا ضعيف ايجيكشن تايم اللي برضو يضخ قليل ولا كثير كل دي حاجات بتأثر على الالب فيه عوامل دياستوليك فاكتورز اللي هو Blood Volume اللي هو كمية الدم اللي بتبع راجعة نفس فكرة فيناستون اللي هو فيناستورتون اللي بيقى راجع للقلب طبعا كل ما بيقى اكتر كل ما القلب بيقى محتاج مجهود اكتر عشان يضخ وده اللي بيسمى بريلود والسيستوليك فاكتورز او الحاجات اللي بتعمل من السيستول بتتسمى الافتر لود هو مكتوب انه هو كل ده زاد انه طبعا هزود انتراميوكارديال تنشن فهينضطر انه هو يزود الاكسجير فلو فيه سابلاي كفاية مش يحصل مشاكل بس لو الريكوريمنت زاد والسابلاي مش كفاية هزيبدأ هنا المشاكل طب الواجهة اصلا متاع الانجينا بيجي فين مبدئيا بيجي الريتروستيرنم اللي هو هو ورا الستيرنم بالضبط وممكن يروح للبازوف نيك وممكن يروح للإيد الشمال ويكمل على الإيد كلها خصوصا ناحية الالنر سيرفاس الالنر سيرفاس اللي هي الجوهة ممكن يمتد كمان للفينجرز طب الكاركترستيكس في زبان يعني هو العيان اللي بيشتكها هيحس بايه؟ هيحس انه هو فيه تقل على صدره وانه هو فيه حاجة بتتعصر كده سكوزنج بيشار، هابني، سيكوزنج بيشار، هابني، سيكوزنج بيشترستيكس طب ايه اللي بيزود الوجع؟ اللي هو المجهود واتلاقي بيعرق بزيادة او الاموشنز عشان الاموشنز يتشغل السيمباساتيك سيستم طب ايه الفحصات اللي ممكن نعملها عشان نشوف عنده انجينا ولا لا او انهي نوع وكده؟ فيه ثلاثة او الواحد السترس ECG هنا اللي بنا نعمل استرس ECG عشان ممكن لو عملنا normal ECG ما يبانش فيه مشاكل ليه عشان هنا ممكن يكون في normal عادي او requirement القلبه محتاجه قد الصبلاي الواصل بس ما يبقى فيه السترس اللي بنعمله هنا ان احنا بتخليه يبقى على trade mail وبنعمله ECG فهنا بنزود ال requirements فلو البلد صبلاي وصل تمام فيبقى ما عندوش مشاكل لو حصل مشكله بيبقى يبقى يبقى حصل مشكله فين بالزبط طب انهي مشكله في انهي شوريان والكلام ده كله او حاجه اسمعه radio izotope scan انهوه بنحقن radio izotope ودي بتقدر تقول لنا افين المشكله اللي موجوده في انهي chronic arteries dot ونفس الفكرة في radio opaque die طب ايه الحاجات ازاي هنقدر نمانيج الانجينا بكتورز مبدئيا فيه حاجات ايه جانا الوقت كده مفروض نقولها لأي عياني جانا اول حاجه ما يشربش سجاير تانى يعني يا صحته السجاير فلازم نخياره ولازم يختار صحته ما ينفعش يشرب سجاير خالص محتاج لو مريض سكر محتاج يزبط السكر بتاعه كويس لو كان عيان عيان مليان شوية محتاج يخس عشان كل ده بيحسن البلوت فيسلز بتاعته طبعا لو عندو الكوليستيرول العالي او اللي هو اللي هو دينستي لايبو بروتين بنبدأ نقوله يمنع الكلام ده ويقلل الكلام ده ويحسن من صحته ونزبط اكله يعني ولو عندو هايبرتينشن بنبدأ نعالج والعلاج الهايبرتينشن بيبا كرونيك اصلا طب ايه بقى الدروغ سيرابي بتاعت الانجينا يعني ايه بقى الدروغ سيرابي يعني ايه الادوية اللي هنقدر ندخل بيها عشان نعالج الانجينا فيه ثلاث عائلات اساسية اول واحدة فيهم النيتريتز ده من اللي بيعمل فيه البيتا بلوكرز ده كاردياك ديبريسانت اللي هو بيحدي القلب فيه الكالسيام تشانل بلوكرز ده بيعمل اثنين كاردياك ديبريسانت وفيه بقى حاجة مساعدة بناديها اللي هو زي الاسبرين بناديه عشان نمنع التغلدات وبيتاخد في لو دوز طب هو دلوقتي لو حصل اتاك يعني هو خلاص الاتاك جاد له دلوقتي بتاعت الانجينا نعمليه بناديه النيتريتز وخصوصا النيتريتز طب عشان الوقاية اللي هو في العادي عنده انجينا دلوقتي تمام عادي نستخدم التغلقات عائلات بالاسبرينج لتوقفها طب ايه اللي استراتيتز وكل ده هيبان اكثر في الشرح قدام ونحن كمانين طب ايه اللي استراتيجي اللي هو فيمشي عليها اصلا حاجة من اثنين يعني نزود الاكسجين ديريفري يعني نقلل الدلوقتي وغالبا ندلي ان نعمله بدل المجهود بتاع القلب وبعد الاكسجين صلوتي کیلو واصله كفية نبدأ بقى إيه؟ نتكلم على الأول عدة اللي هو من النيترات في منهم كذا نوع هبدأ بقى أول واحد النيتروجليسرين ده اللي موجود برضو في الديناميت وده الأهم مهم موجود منه كذا نوع سب لينجول وترانس ديرمال وآي بي وإنهاليشن السب لينجول ده بيشتغل من عشرة لتلت ساعة ده بيشتغل في الأكيوت أتاك يعني لو فيه أتاك دلوقتي بنددله نيدروجليسرين سب لينجول بيحل المشكلة ده طبعا عشان نعمل باي باس للليفر ميتابوليزم وده عشان الليفر ميتابوليزم هنا أو الفيرس تهيباتك الميتابوليزم عالية بتبقى حوالي 90 فمية فعشان نقدر نروح للدم بسرعة نددي سب لينجول وطبعا بيبقى مفيد برضو في الأسوفيجية الزباد الأسوفيجية الزبازن ده بيحصل بسبب انه بيبقى فيه التراب في الحركة بتاعة الأسوفيجس ده غالبا بتحصل عم حد بيأكل بسرعة حاجات كتير وربعة فبيبدا يحصل التراب فالنيتروجليسرين سب لينجول بتحل مواقف ده انه هتعمل ريلاكس للسموث موسل أو حاجة كمان في استخدامها في البلريكوليك اللي هو المغس المراري ده ممكن يحصل بسبب انه لو أكل فاتس كتير وحاجات فاتي وكده فالبيل داكت بتبدأ تشتغل وطبعا بيحصل كنتراكشن كتير في السفنكتر في قودي فممكن يحصل برضو فيها زبازن فلو ادينا نايتروكسي سنب لينجول بسرعة ممكن تعمليها ريلاكس وبيخف البلريكوليك برضو وبنستخدم الأورا اللي هو حاجة انترميدية ديوريشن الترانس ديرمل اللي هي بتتحطى عن طريق الجلد بتبقى لزقه دي ممكن تطلب من 8-10 ساعات ودي بديوا أنفيدة في العلاج الأنزينيك الكرونيك عموما اللي هو كابرفلاكسيس يعني مش هتنفع في الأكيوت وطبعا الـ IV الـ IV دا بتستخدم لو فيه أكيوت هارت فيليار برضو وفيه نوع انهاليشن اللي هو الامين نايترويت دا بتستخدم في السينايد بوزنين ايه السينايد البوزنين دا أصلا دا دا جاز ممكن الإنسان بيتسمين به الجاز دا بي حرفيا بيمنع الأكسجن اللي في الجسم ان يروح للخلاية طب فحنا إيه الحل احنا بندى أمين نايترويت أمين نايترويت دا بيدخل الأكسي هيموغلوبن اللي في جسمنا يحاولون المت هيموغلوبن تمام المت هيموغلوبن دا بيقدر يمسك في السينايد ثم هيموغلوبن يمسك في السينايد وبعد كده ندي بقى كام دوا كمان زي السوديوم سويسولفيت او الفيتامين بيتويلف وبنتخلص منهم من جسم مهم بس ان الامين نايترويت بيستخدم في السينايد بويزنج وبيتخذ انهاليشن اهو بقى هنبدأ نفسر ان النايدروكليسترين اللي هو اسمه جليستريل تراي نايتريت دا بيتكسر بسرعة في الليبر والسموث مسل مبدأيا بيتكسر الجليستريل داي نايتريت اللي هو بيعمل فازو دايتاشن افكت حلم وبعد كده بعدها بشوية بيتكسر المولونايتريت اللي هو ليس اكتب عنه وطبعا ان هو عشان فيه هاي انزيم في الليبر فيحصل فيرست باس منتابوليزم زي ما قلنا حوالي تسلين في المية فاحنا غالبا من ادي اي في انفيوجن في الاي سيو اللي هو بنيديب التنقيد في العناية المركزة تمام طب ايه النوع الثاني او الفورم الثاني الدول الثاني اللي موجود من العلت النايتريتز زي ايزو سوربايد داي نايتريت ده بيبقى موجود سابلينجول وارل وده برضو انه هو بيتكسر بسرعة في ليبر وسموث مسل للمونونياتريت اللي هو ليس اكتب وفيه بقى التالت اللي هو ايزو سوربايد المونونياتريت ده اصلا موجود عادي طب ليه ده موجود أورال بس وين فا يستخدم عشان ده عنده هاف مور بايبا فمش بيتكسر زي اللي كنين اللي فوق تمام طب الشغلية ازاي او يعني ايه الميكانيزمو في اكشن بتاعها مبدأي النايتريت اللي هي تمام بتطلع او بتتحول نايتريك اوكسيد ده بيبقى عن طريق انزيم اسمه الميتو كوندريا الديهايد دي هادروجينيز انزيم اللي هو اختصره ALDH2 تمام النايتريك اوكسيد ده بيروح يحول الجي تي بي للسايكليك جي ام بي نايتريك اوكسيد او هيروح يحول الجي تي بي اللي سايكليك جي ام بي سايكليك جي ام بي سايكليك جي ام بي ده المسئول عن ايه عن الريلاكسيشم متعلقة السموث مسل عن طريق انهو بيعمل ديفوسفورياليشن يعني هو الكنتراكشن بيحصل لما ما يزيل لايتشين كينيز بيعمل فوسفورياليشن فعشان تعمل ريلاكسيشن للحواردة السايكليك جي ام بي اللي هو السايكليك جي ام بي بيروح يعمل الديفوسفورياليشن فبيعمل ريلاكسيشن بتاعة السموث مسل ويبقى كده ده الميكانيزم او اكشن بتاع النايتريتس ببساطة جده طب ايه بقى اصلا تأثير النايتريتس على الارجنز نبدأ ايه التأثيره على القلب اقطعه على الكارديوفاسكرا الموان سيستم اكتر حاجة بتتأثر في الليلا دي كلها الفينز فبتعمل ام بورتن تجريم اللي هو الفينز بتتوسع فده طبعا بيعمل حاجة اسمه اللي هي وجده لما قبل الان يوسع فدم الماشى في الفينز بيقل لانه بيبدأ ينزل تحت فالدم العادة للقلب بيبقى قليل فهنا البريلوود بيبقى قليل طبعا الكاردياك سايز بيقل قليل وده طبعا بيغريح ايه شغل القلب شوى وباردو انه هو بعمل ريلاكسيشن في الارتيريال سموس موسيل ممكن داي ساعد شوية لو فيه انسداد او حاجة يساعد انه يمشي بس دا مش مين اكشن طبعا التغيرات دي بتساعد في انه يقلل الاستهلاك الاكسجين ايه بقى يعني احنا هنا في النيتريتز هنستفد فيها ايه في الكلاسيك انجاينا او الاسيروسكلوريك انجاينا هنستفد بيها انها بتعمل فينو ديليتيشن فده بيقلل شغل الاكسجين طب لو نوع تاني زي في فاسوسباسيك انجاينا مشكلة هنا اصلا في الاسبازمان اللي بيحصل فس الفايدة بتاعتها النيتريتز انها بتقدر تعمل ريبيرس للكروني الاسبازمان بتخليه ما يحصلش تمام يبقى محتاجين يعرف ان النيتريتز بتستخدم على حسب كل نوع انجاينا بتبقى ايه فايدة الاساسية بتاعتها تمام وطبعا معلومة مهمة جدا 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 ان النيتريتز ملحاش اي تقرسية مباشرة على الكاردياك مصل يعني كل الحاجات اللي بتعملها حوالين الكاردياك مصل بس ما بيروحش يشتغل على الكاردياك مصل نفسها بس طبعا بتعمل ريفليكس تاكي كارديا ليه ممكن يحصل ريفليكس تاكي كارديا ويعني ايه اصلا لو البلد بريشور بتاع الجسم ويع جامد مرة واحدة فالجسم بيحس ان فيها غلط فبيحاول يرد ده بانه بيصرع ضربات القلب وده طبعا مش حلو المريض الانجاينا نشك كده بيبرحة بقصر جلو كوان تاكتر وردي ده كله تمام طب ايه تأثيره على باقي الورجنز نايتريكس نايتريتز عموما بيعمل راكسيشن لسموس مصل بتاعت البرونقاي والجي اي تي والجنيتوري روني ري تراكت ومتأثير بتاحهم مش قاوي النواي بابايا هنرجع بابا بردو نأكد على كينيكال يوسز بتاعت النيتريت الstandard form of treatment of acute anginal pain اللي هو لو فيه acute pain دلواتي او فيه acute angina دلواتي الهيبت يبقى sublingual tablet or spray ده بيتاح ال spray بردو بيتراش sublingual عشان يقدر يوصل للblood visits فاسرع وقت وده بيبدال شغال من 10 ال 20 ديئة تمام اه sublingual dynitrate نفس الفكرة بس بيقعد نصف ساعة transdermal formulation سواء ointment او patch اللي هو سواء مرهم او لازق بتتحط بيقعد من 4 ال 6 ساعات وفيه بقى اللي هو sustained release oral form ممكن يقعد وقت اقتر اللي هو حوالي 24 ساعة الفكرة بقى وكلها ان هنا ممكن يحصل ايه tolerance التوليرانس ده بيحصل من بعد 8 ال 10 ساعات تمام التوليرانس اصلا ليه بيحصل توليرانس التوليرانس بيحصل بسابة ان بيحصل لبليشن او كونسيومنج للس اتش جروب الاس اتش جروب ده موجود في الليفر وده اللي اصلا بيساعد النيتريت انها تتحاول لنيتريك اوكسايد فالس اتش جروب لما بتخلص النيتريت ما بيقدرش يشغل او نيتروجل ستريم ما بيقدرش يشغل فعشان ما يحصل توليرانس ونمنع الحواردة المفروض ندي ايه؟ ريست في الحوار ان هو نريح المريض من ياخد الدواء حوالي 8 الى 10 ساعات اللي هو ممكن لو هياخد مثلا لازلة فتيشيلها قبل ما ينام وميز هيحطها حوالي بعد 10 او 12 ساعات تمام؟ نجي باقي الادفرس افكتس الادفرس افكتس النيتريتس ممكن تعمله مبدئيا واحد ممكن تعمل ريفليكس سيمباستاتك تاكيكارديا يعني ايه؟ احنا قلنا لو حصل انه اللخ توقع مرة واحدة فده هيقدي ان الجسم هيحس ان فيها غضط فهيبدأ يزود ضربات القلب فده ريفليكس من الجسم عشان كان نسميه ريفليكس سيمباستاتك عشان سيمباستاتك اللي بيشتغل في السيستم وتاكيكارديا عشان القلب بيدق بسرعة او الاعيان يقول اللي بحس انه فيه بالبتيشن كده او تحس ان فيه اخفاقة بتحصل تمام وممكن يحصل او اللي هي بوسترال هايبوتينش ليه عشان برده نصف فكرة انه هو الفينز بتوضح سعمار واحدة فممكن العياني يحس انه هو او يحصل له عشان كده او احنا بنقول العياني انت بتاخد دواء قعد في مكانك عشان ما يحصل لكش الحوار ده وطبعا ممكن يحصل سروبينج هيدك ده بحصل بسبب يعني تحس ان صداع مالي يدق كده زي الشاكوش عشان اللي بحصل في السريبرال فيزلز اللي هو خصوصا المنينجية فيه بيحصل فيه فده بيوصل دم كتير فبيحس بالبالسيشن في الحوار فتعمل هيدك جامل وطبعا بيحصل نفس الفكرة ان الوش بيبدأ احمر بسبب انه وطبعا ممكن لو اخد جرعة كبيرة يحصل مت هيموغلوبينيميا نفس الفكرة انه قولها ان النايت ريت بيدخل هو اكسي هيموغلوبيني يحوله المت هيموغلوبيني فهي نفس الفكرة انه لو اخد جرعة زيادة ممكن يعمل المت هيموغلوبينيميا في الجسم وده لو حصلت بنعالجه بايه بالمسايلين بلوه على طول واوعا اوعا اوعا اتوقف النايت ريت مرة واحدة لو وقفتم مرة واحدة هتدخله في انجينة فورا فاوعا تعمل حاجة باي كده ولو حد عنده رايت فين تيكونا الفكرة الفكرة كلها حاول اشرحها لكم يعني ممكن تعرفوها كمعلومة بس حاول اشرحها لكم سريع ده مسؤول ان هو بياخد الايه اللي جاي من الجسم ويضخوا عشان يوصل للبالموناري ارتري بعد كبالموناري بين ويرجع للليفت فيندريكل عشان يدخل الجسم كله طب الفكرة كلها هنا ان هو عند رايد فنتريكل انفارشن ان هو اصلا الشجل بتاع الرايد فنتريكل على قده يعني مثلا شغال بيزق ادوك عشرين ميلي بلد مثلا على الرقم ده للاربي المثال وليس حقيقة تمام هو اصلا بيزق عشرين ميلي بالعافية والعشرين ميلي ده بكل كافيه ان هما يروحوا للأورتة ويلفوا في الدم ويبقى انسان عايش تمام طبيعا فانت هتيجي تقلله البيلود تقلله الدم من الراجع للرايد فنتريكل اصلا هتوصل له مثلا خمستاشر ميلي او عشرة ميلي فهم دول اللي هيتزقوا ففي حالة زي كده ايه ده هيحصل ان هيحصل سيفير هايبوتنشن ويحصل هبوط حدف دورة دمائية ويؤدي الى وفاة فاقوا عماري دي بيعنده رايد فنتريكال انفركشن وتديه نايتريكت تمام الحاجة كمان اخيرة يعني تحذير مهم برده ان نايتريكت بيعمل انتريكت بيعمل انتريكت مع الدول اللي اسمه سلينا فيه ده الاسم العلمي بتاعه او الاسم التجاري اللي هي البياجرا او الادوية المشابهة اللي بتستخدم في الالكتايل دي سفونكشن طب ايه الفكرة او ايه اللي بيحصل الانتريكشن اللي بيحصل ما بينهم ان الادوية دي انها بتروح تعمل بتعمل الانهيباشن للفوسفودياستريز ايزوفوف وده بيروح يزود السايكليك جين بي طب الفكرة انه هوا هيروح يزود السايكليك جين بي وانها من شوية ان النايترو اكسايد النايترو اكسايد الهيطلح يزود السايكليك جين بي فا ايه هيحصل هحصل سينيرجيتك فازل ايريتيشن فهيبقى حصل هنا فازل ايريتيشن من النايتريت وحصل فازل ايريتيشن من الدواء الثاني فهيعمل بردو سيفير هايبوتينشن او كمان دينجرس هايبوتينشن ولو حصل بيقدي طبعا ان ايه يبقى البرفوجن اللي وصل للأعضاء المهمة قليلا فده طبعا خضر تمام كده خلصنا اول عيلة وابتال عيلة يمكن فيها تفاصيل اتمنى تكون دعم عام في حمتوها نبدأ في اللي بعدها البيتا بلوكرز البيتا بلوكرز سريعا ايه اللي لها فوائد طبعا في الانتي انجينيال افكتس ان هي بتقلل الهارت ريت او احنا قلنا اصلا البيتا بلوكر ده بيقلل الكاردياك دي بريسانت ان هو بيقلل شغل القلب فهو بيقلل الهارت ريت بيقلل كاردياك فورس بيقلل بلود بريشر او بيال افكتس بيزاود الهارت سايز ولونجر ايجيكشن بيرل تب ازاي بيزاود الهارت سايز بيزاود الهارت سايز عشان هو بيقلل الهارت ريت فبيخلي ايه الضخة بالروح فاللي بيحصل ان هو الدم اللي بيبقى راجع للقلب بيبدأ ايام لاكتر فعشان كده بيحصل انجريس هارت سايز طبعا لونجر ايجيكشن بيرل لنفس الفكرة ان هو بيقلل الهارت ريت بيرل بطيء فبياخد وقته برحته في الايجيكشن بيرل طبعا دي حاجة كويسة البيتا بلوكرز زي الايجيكشن و الكالسيوم شانيكشن بلوكرز بيقلل الكاريا كورك بيقلل دبل بروتكت البرودكت الي هو ما نجيب الهارت ريت نضربه في بلوت بيرل اسمه دبل بروتكت بيقلل الاكسجين بيماند بتاع جسم البيتا بلوكر بيستخدم بس كوقايا وليل الانزينا بس لايوجه اي فايدة في الاكيوت اتاها احنا قلنا الاكيوت اتاها هنأخد ايه سبلينجول نايتروجل سريل المترجم الثاني البيتا بلوكر افكتف في البرفنة ايضا انجين اللي هو لو بيطلع السلم ويتعب وكده لأ فبندده بيتا بلوكر بيبدأ ما يحصلش مع الحوار ديه عشان هو اصلا ما بيطلع السلم بيهدي الدربات العلب هنا اصلا البيتا بلوكر فايدته انه في الريست بيخلي دربات العلب بقلين من 60 وفي الورك بيخليها أقل من مية بيخليها في رينج الطبيعي فاينيحصلش اي مشاكل لكن بتا بلوكر وممنوعة جدا 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 في الفروسبسبالystic angina ولو اديتها الحد عند الفروسب euh تفاصل عن زراس الم خاطر فهيرлинك في انفارشان ويموت لماذا أصبحori ماذا ما يحصل الفكرة كلها أن gather the sub gosto町 إن الانسان اللي عنده الفروسب서� Exp다가 يشبه لألفة وبيتا و الألفة خطر تفاصل بمثاد التناص بها والبيتا تفاصل بها فأنت لو أديت حاجة تكفي لبيتا فانتسبت الحوار كله مع ايد الالفا والالفا هيعمل فاسيكون اكتر فهيقف الشريان خالص فعشان كده هنا بتتسمى تمام طب الكمبينيشن ما بين البيتا بلوكر و النيتريتس طبعا مفيدة عشان البيتا بلوكر اللي بيتاخد بيودي الادبرس افكتس بتاعت النيتريتس تقريبا مثل انه يمنع انه يحصل رفلكس تاكيكوارديا لكي هو اصلا بيهدي القلب وانه ممكن يحصل انكريز كاردياك فورس ولا اهو بيقل اصلا شغل القلب فده بيتمنع ويقل بسبب البيتا بلوكر نيجي بقى المين الكالسيناتشاني بلوكر دي فيها 2 تايبس دايهايدرو بايوردينز اللي هما بتسمى DHB او نان دايهايدرو بايوردينز انه هو نان DHB من اللي بيشتغلوا على البيزلز بلوط فيزلز عشان كلا بتسموه فازو سيلكتب زي مين زي النفي دي بين والاملو دي بين تمام الدي اتش بي بيستخدم عشان يعمل فزاو بس ده ممكن يعمل هايبوتنشان جامل فيعمل رفلكس تاكيكوارديا ممكن برضه يعمل انكي الاديمة انكي الاديمة وبيستخدم في العلاج الانجينا والهايبوتنشان طب مين النان دي اتش بي ده بيشتغل ميليا على الكاردياك وعلى الفاسكلر زي في ربيميل الدلتا دلتيازيم والبيبريديل النان دي اتش بي بتعمل فزل ده بيشتغل ويعمل ديبريشن للس اي نود ايه الاس اي نود دي اصلا الاس اي نود دي اصلا السينواتريال نود دي المسؤولة عن انها بتنتج الكهرباء اللي بتروح للقلب كله فهو بيقللها ويهديها فالكهرباء اللي بتطلع بالراحة فبيقلل شغل كله وبيقلل الكوندكشن في الاتريو فيندريكولال نود اللي هي بتتخذ بتنقل يعني الكهرباء بتاعت القلب امور فده طبعا بيقلل الكوندكشن فبيعمل براديكارديا ممكن يستخدم النان دي اتش بي في الانزاينة عادي في الهايبرتينشن في الهوكم الهوكم ده اللي هوا بي عنده تضخم في عضلة القلب وممكن يستخدم في الكاردياك اريزميا خصوصا السوبرافنتريكولار اريزميا يعني اللي هي اتريال فيبريليشن بس ممنوع في مين بقى الكالسياماتشنال بروكرز وخصوصا الهارد فلير يعني هالفرليهور اصلا قلبه مش قادر فانت تديله حاجة توقف القلب اكثر هيتخذ منك في ستروك او ساكتة قلبية او حد عنده مايكارديا الانفاركشن او حد عنده المشكلة في الفنتيكولار اريزميا فاخدوا بالكون وهو بينفع في السوبرا بس ما بينفعش في الفنتيكولار ومن الادبرس افكس بتاعته انه ممكن يعمل انه ممكن يعمل وممكن يعمل هارددوك في القرآن الكبير طب لو حابين نستخدم دي اي اتش بي ما تستخدمش حاجة لليها شورت اكتنج يعني ما تستخدمش في دي بين او انه يعمل ريفليكس تاكيكارديا. طب نستخدم مين الاملودي بي. تمام? كالسيوم التشانيل بلوكرز. بتروح تقفل الكالسيوم التشانيل خصوصا L-Type. تمام? ال L-Type ده موجود في اهم الأعمال كمتاعتها في الكاردياك والسموس مصدز. ما بيقفل L-Type كالسيوم التشانيل ده بيقل طبعا التشانيل في كالسيوم التشانيل. فده بيؤدي الى ان المسل تبقى ضعف. لان تؤكيد عفوين ان المسل يحتاج الكالسيوم لان تتعامل. تمام? ولا واحد في الكالسيوم التشانيل بلوكرز دول. بي. 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 يعمل مشكلة في النيرو ترانسمايشن او الهورمون ريليز. اللي بي. مؤتمدين على الكالسيوم ديبندنت. مؤتمد تتعاملات اخرى على مصadder عد Shirley's chidadle channel بلوكرز. الكالسيوم التشانيل بالنفيديmares بالنواع الثانية لها الN والB والR. كالسيوم التشانيل بلوكرز ليست من الان تحت quests. فالأخصصىة på secondary sales اختصрокار بالنسبب لأن لم يكن تقوم بهاander الثانية في الكالسيوم التالي مؤتمèmes فيعائمها في مصد is needed. الكالسيوم التشانيل блокرا س write Hindi's brush لأنهم لديهم الـ L-Type-Chine ما هي الأفكتس و الـ Clinical Use مثل ما تعرفين كالسيومتشال بلوكرز احتمام ريكس البلود فيزلز و شوية برضو الـ Smooth Muscle Euleterious وبرونكايا و القط يعني اعلم انه شوية الـ Rate and contractility of heart are reduced by السرعة بتاعت القلب و الـ Contraction بيقلوا بالـ Delta Easeem و الـ Vrabamil وهم بيقدروا يعملوا بلوك لالكالسيوم Dependent Conduction في الـ AV node عشان كده ممكن يستخدموا في الـ AV node Arrhythmia عشان هم بيقللوا الـ Conduction فينفع يستخدموا لو في Arrhythmia أو كده همم يعني ايه Arrhythmia بيبقى اطراف الكهراء بتاعت القلب فانما نقلل الـ Conduction او نقفها بنبدأ ان سيقعد ان هوا يتضبط تماما اما بعد ان في ديبين والـ Other DHB بيعملوا وفي الأغلب لو الضغط اوتي قوي بيعملوا رفليكس وكل الـ Calcium والضغط ويقللوا الـ Double Product مع الـ Patients اللي عندهم انجينا وطبعا الـ Calcium Channel Blockers مهمين كوقالة في الأفورت والـ VAS وسباستيك أنجينا بس اهم حاجة ان الـ Nefidibine Prompt Release Form مهم نوع يستعمل تماما؟ عشان ده ممكن يعمل ويدخل في مشاكل كتير لمواريد الأنجينا ولو حد عنده حتى سيبير Asteriosclerotic أنجينا الـ Calcium والشارد بوكرز سيكون مفيدة لو حصل لها مفيدة وطبعا مع استخدامها في الأنجينا بتستخدمها في الـ والـ وممكن شوية منهم يستخدموا في الميجوين اللي هو الصدوع النصفي والـ Preterm Labor والـ Stroke وReno Phenomena رينو Phenomena هو اللي بيبعنده أطرف وزرقة بسبب ان الدم يشوصل كويس فلو حرام النفذة الـ Irritation بيوصل الدم كل عن حاجة يسمى طب ايه التوكسيستيا والـ Adverse Effects بتاعت الـ Calcium channel blockers ممكن يعملوا بكون بريد تبيا اليديمة نوزية فلاشنج ديزنس كل حاجاتكم انها تحصى عادي More Serious Adverse Effects إنه ممكن يؤدي الـ Heart Failure A-V Blockage Sinus Depresion عشان قلنا انه يوقف وبيعمل كل ده فممكن يهدي الدنيا قوي فيه يوقف العملية خالص وغالبا ده ممكن يحصل مع الـ 4 ميل أكتر من الـ DHB ومن هما زي اني فيه دي بين وكده تمام طب ايه؟ تعالوا نشوف الجدول ده بيقولي الجدول ده بيقولك الـ Nitrates الواحدة الـ Beta blocker أو الـ Calcium channel blocker الواحده و الـ Combination ما بينه الـ Nitrates الواحدة ممكن تعمل reflux tachycardia طب بتعمل ايه في الـ Arterial pressure بتوطيه طب الـ Contraction لعملة reflux tachycardia هتطول طب الـ Ejection time بيقل لشان القلبية سريح فالـ Rejection بيبقى ليه اللي هو الوقت اللي بيتاخد عشان يطلع الدم اللي في القلبية فالـ Oxygen requirement عموما بـ L عشان المفروض هو بيهدى القلب و يعني ده شغلة التوطيه طب الـ Calcium shell blocker بيعمل ايه فيه هو والـ Beta blocker يعني كل واحد اللي واحده يعني بيقلله الـ Heart rate بيقلله Arterial pressure بيزوده الـ End Diastolic Breacher فبيساعده القلب انه يصل له بلد صباح كويس عشان اكيد انتو عارفين ان الخروني الارتري الوحيد في الجسم اللي بيتملي وقت الدياستول اللي هو وقت ما القلب بيبقى بيستقبل دم مش وقت الـ Contraction يعني بعي الـ Vizels اللي في الجسم كلها بتاخد دم وقت الـ Contraction معادة الخروني الارتري بياخد وقت دم وقت الـ Diastolic وبيقلله طبعا وبيزوده الـ Ejection طيب عشان الـ Heart Rate بطيء وطبعا بيقلله الـ Requirements Oxygen لـ Myocardium طب لو عملنا الـ Combination بقى ايه اللي هنستفيده؟ استفيدنا ان احنا هنتجنب العراضي جانبية فهنقل الـ Heart Rate وهنقل الـ Arterial Blood Pressure and Diastolic Pressure في الاغلب هتقل يعني الـ Contraction يا مش هتتأثر يا هتقل الـ Rejection Time مش هيتأثر الـ Oxygen هيقل فـ Overall لما نعمل من الـ Combination بنستفيده أكثر وبنتجنب الـ Adverse Effects وهنا النهاردة اللي هي الأدواء الجديدة طبعا الأدواء الجديدة دي لسه تحت التجربة ولسه فيه نظريات بالتعامل وحاجات وكده فالله هو على مبارد الأيام اللي جاي فيها ايه؟ بس هوا دينا نبعارفين ايه جدة حاجات تحصلين نبدأ بأول دوا فيهم اللي هوا الـ Renolazine ده من عنية الـ BeFox Inhibitor ده مين اللي بيشتغل انه هو بيقلل الـ Sodium Channel وبيبطقها يعني فده بيقدي الى انه لما Sodium Channel بتبطى ان الكالسيوم اللي موجود جهه السل يبدأ يطلع بره عن طريق الـ Sodium Calcium Channel او Sodium Calcium Bomb يعني وطبعا الكالسيوم لما بيطلع بره ده بيقلل وبيقلل Cardiac Force والـ Work بتاع القلب وده المطلوب انه احنا نحدي شغل القلب وفيه برده كلام انه شغل بالميكانيزم تاني انه هو بيعمل Alternation Cardiac Metabolism يعني بيغير Cardiac Metabolism بصوه انا مش مكتوبة بالتفصيل بس هاولها لكم سريعا برده انه هو مين للقلب بيشتغل بالـ Free Fatty Acid تمام وده بيخلي الـ pH acidic وكده وحيات كده فهو عشان يتجنب كل ده ويتجنب الشغل الاساسي بتاع القلب فانه هو بيعمل Alternation Metabolism بيخليه اشتغل ميني على الجلوكوز وده طبعا بيقلل من شغل القلب بكتير بس بيخليه لو اشتغل بالـ Minimum Requirements بتاعه وده ايل انه هو moderate effect في الأنجينا برفلاكسس فيعني نستدوى جديد بس هو دين اسمعنا عنك الاخر ده معنا خالص اللي هو Eva Bradine من اسمه Bradine انه هو بيهدي القلب بك انه بيعمل Bradicard طب ده ايه شغله؟ انه بيعمل Inhibition للـ Funny Channels أو Funny Sodium Channels دي channels موجودة في الـ Sanode دي كل شغلها انه بتدخل السوديوم والبوتاسيوم مع بعض ده طبعا عكس حاجات كثيرة شفناها من جسمة وعرفينها عشان كده اسمها Funny Channels هي بتدخل السوديوم والبوتاسيوم فهو لما بيوقفها فده بيقلل السوديوم اللي داخل للسل جوه فده برضو بيقدي انه هو يقلل في الـ Heart Rate ويقلل في الـ Cardiac Cord اتمنى يكون الشرح كان لذيذ وبسيط اتمنى الدرس تكون وفهمته كويس وان شاء الله يا رب كل حاجات تبقى تمام ولو في اي حد عنده اي سؤال انا معكم يعني اسأله وانا معكم ان شاء الله فايوا بالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة